موسيقى السابع مساء بتوقيط العاصمة أنجمينا نقدم لكم النشر الرئيسي لهذا المساء أهلا وسهلا بكم ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكاي حسن تيسو ترأس حفل تخريج دفعة الأمل من طلاب كلية الإدارة والمحاسبة بجامعة هيكتشات التفاصيل لدى هارون أبا أدب بحضور أهالي وأسر وأصدقاء الخريجين تم تدشين حفل تخريج دفعة الأمل لطلاب الإدارة والمحاسبة بدرجة لصاص من جامعة هيكتشات حيث حضر المناسبة وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تيسو وقد افتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم وتبع ذلك فقرات متنوعة بتأم بكلمات الشكر والعرفان التي قدمها الطلاب عرفانا منهم بالدور الذي لعبه أعضاء هيئة التدريس لتكوينهم وتأهيلهم خلال ثلاث سنوات ومؤكدين امتنانهم لإدارة الجامعة كما تحدث رئيس جامعة هيكتشات البروفوسر عبدالسلام تجاني الذي ثمن على الجهود التي بذلها الطلاب من أجل التحصيل العلمي والأكاديمي لتحقيق الرقي والازدهار روك بولادة جامعة هيكتشات لأنها كانت هيكتشات واليوم جامعة هيكتشات قال من سبقني العلم هو بحر ويقول أطلب العلم ولو في السين أما رئيس لجنة التسيير لجامعة هيكتشات دكتور علي عبد الرحمن حقار فقد دع الطلاب إلى اعتماد معيار الإخلاص في العمل إذا ما أتيحت لهم الفرص بالنزول إلى سوق العمل وحث الطلاب الخريجين بضرورة السعي الجاد والحثيث نحو العلم إذ أن العلم والموارد البشرية هي الركيز الأساسي لتطوير المجتمع كلام من فيلسوف كبير اللي هو ابن سينة بقول الجحل دائما بأدي إلى الخوف والخوف بأدي إلى الحقت والحقت بأدي إلى العنف لكي لا يكون عنف لكي لا يكون حقت لكي لا يكون خوف بين الناس لازم نكون عسكر ضد الجهل وفي فقرة أخرى فقد تم تكريم الدكاتر تقديرا لجهودهم المبذولة وتحفيزا لمعنوياتهم من أجل تقديم المزيد من العطاء لتكوين الطلاب الشديين كما تم تكريم الطلاب الخريجين وسط التصفيقات وزغارية الفرح بحيث أن هذا اليوم هو يوم استثنائي لهؤلاء الشباب في كلمته وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تايسو فقد شدد هو الآخر بضرورة الاهتمام بمواصلة الدراسات العليا وأشار إلى أن اعتماد هيكتشات كجامعة جاء بعد جهود كبيرة قدمتها هذه المؤسسة الأكاديمية خلال 14 عاما وشجعت دكاترا وفريق الإدارة على المثابرة والتقيد بنظام LMD الذي يعمل به التعليم العالي في تشات وفق نظام المجلس الأفريقي والملقاج للتعليم العالي كميز وأشهد بالبرنامج الأكاديمي لجامعة هيكتشات الذي اعتمد اللغتين الرسميتين العربية والفرنسية في تدريب الطلاب جامعة هيكتشات ستظل الصرحة العلمي المفتوح لكافة الطلاب الشديين والقادمين من الدول الإفريقية الأخرى ترجمة نانسي قنقر